تبت تمنيات مني ومن مخرج الحلقة سيمون صور أول مطعم افتراضي إنجاز جديد لكلية السياحة وإدارة الفنادي بجامعة الحكمة بيظل الوضع الصعبي اللي عم نمر فيه قدروا أسادزة وطلاب يحققوا مساء الجمعة إنجاز لبناني جديد متخطين كل الصعوبات والعقبات وخاصة الاقتصادية منها هالإنجاز عم بأكد مرة جديدة إنه اللبناني رافض يستسلم وبعد فيه ناس مقامنين بلبنان وبشبابه شو ياللي صار ليلة الجمعة وكيف تم تنفيذ هالمشروع هل بعد عندهم شبابنا أمل يحققوا طموحاتهم وكيف فينا ندعمهم هالأسئلة وكتر غيرها راح نحاول نجاوب عنهم بحلقتنا اليوم مع عميد كلية السياحة وإدارة الفنادي بجامعة الحكمة دكتور طنيوس الأسيس ومثل كل حلقة راح نتلقى مداخلاتكن وقراءكن عبر هاشتاج مشفلين على التويتر وعبر أرقام صوت لبنان 01-325555 أو 76-611-005 وعلى واتساب 76-611-001 وفيكن تسمعونا على موقع الإزاعة الإلكتروني واتشوفونا صوت وصورة على فيسبوك صوت لبنان دكتور طنيوس أسيس أهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان أهلا وسهلا فيكن وبشكركم وبشكر صوت لبنان وبتمنى على الأشخاص اللي عم تسمعنا كمان توكبنا بالشي اللي راح نحكي فيها لأني بدايةً كتار من الأشخاص أول ما سمعوا الإعلان على الهواء مطعم افتراضي سألوني كيش يعني مطعم افتراضي مظبوط virtual restaurant قبل ما نحكي بال virtual restaurant راح بحب بس هيك أحكي شوي صغيرة عن كلية السياحة وإدارة الفنادق بجامة الحكمة تحتى نقدر نحكي عن شو ما نتا virtual restaurant كلية السياحة وإدارة الفنادق بجامة الحكمة هي كلية نموذجية هي كناية عن فندق أكاديمي بقلب الكيلية عنا فندق ما ألف من 45 غرفة خمسة نجوم أربع نجوم ثلاثة نجوم نجمتين عنا ثلاث مطاعم عنا لابوراتوريز عنا كلاس روم صوفيستيكيت كل هالإشياء هاي دي تحتى نحضر التلميذ لسوق العمل يعني عم بتروحوا بالتريولي وبالبراتيك 100% يعني الإشياء النظرية والإشياء التطبيقية وخاصة بدمان السياحة والضيافة وهيدا الشي عم بيعطي للطلاب متل ما بقولوا أمل إنه الاختيار اللي هني عم بيخدوه بالسياحة ويدارت فنادة عم بيعرفوا من أول نهار إذا هني رح يكملوا حياتهم بهالدمان إيه أم لا يعني من أول نهار بيفوتوا على الكيلية بحسوا حالهم صاروا بسوق العمل يا بيقدري يكمل يا مدغر بيوقف ويروح بيتلع جهز بيتخرج من الجيم عم بيتلع جهز عارف شو ناطروا بسوق العمل غير باقي الاختصاصات اللي منا متوفرة فيها يمكن بجامعات أخرى هالطريقة بالبراتيك مية بالمية جيمة الحكمة استثمرت بها الكلية الكلية منا موجودة بفرن الشباك تعف جيمة الحكمة المركز الرئيسي بفرن الشباك عنا سبع كليات بفرن الشباك كليات إدارة فنادة والسياحة موجودة بالأشرفية كامبوس لحاله 15 ألف متر مربع لحاله عدا عن هيك هلأ رح نحكي عن انفجار عدا عن هيك نحنا عنا أكاديميك سرتيفيكيشن من إكولاوتريال دولوزان بسويتزرلند بسويسرا عنا سرتيفيكيشن من سويسرا يعني الطالب بيتخرج من عنا بياخدوا شهادته الممضية من لوزان ومن جيمة الحكمة ولوزان عم بتواكبنا يوميا شهريا أسبوعيا تشوف ان نحنا ماشينا عن البروغرام يلي فعلا هني نحنا وياهم حطينيهم تنرجع على مبلش بقصة الانفجار ليلة مبارح ليلة مبارح هي فعلا حدث نوعي بالبنان وبالعالم طلابنا مجبورين هني خاصة طلاب البيئة السيكس يعني آخر سنة مجبورين يحضروا بروجيه إفنت معين وهذا البروجيه مش بس التخرج تابع لمادة عندهم اسمها understanding your environment نحنا بدنا نواكب العصر بدنا نواكب الاشياء اللي عم بتصير الكوريكولومي اللي بيكون موجود عنا بالكلية بيتغير سنة بعد سنة مع تطور الأمور مع تطور الأمور مش بس بالعالم بالعالم وبدمان السياحة وإدارة الفنادة كل سنة نعمل هالإفنت بيقل بالكلية بالكلية عنا قاعة معينة الطلاب بيخدوها بيعملوا الإفنت تابعون فيها from A to Z شو معنيتها from A to Z يعني من الديكوريشن للمنيو للبرشيسينج لبضاعة المشتريات لبضاعة للتسويق للتسويق للماركتينج كل هالإشياء هن بيعملوها from A to Z وعشارت إنه هالبروجيه يربح لأنه كتير هيني إنه أنا جيب على المطعم جيب ناس اطلع ايخشي خصانه اطلع ايخشي خصان يعني الإكزرسايز اللي عم بيعملوه هو إكزرسايز متل ما بقولو الحياة اليومية بقلب مطعم أو بقلب أوتال بفندو أو بقلب منتجة سياحة فبقى عليهم إنه هن يحضروا هالإيفنت صراحة هالسنة بما إنه عم نسمع دائما بقصة online platform digital virtual من وراء قصة البنداميك كورونا فيروس طلبت منهم إنه بدنا شي out of the box وتيكون هالشي out of the box طلبت منهم إنه نخلق شي اسمه virtual restaurant مطعم افتراضي شو ما نيته virtual restaurant بس تعطيت هالفكرة لا الأساتزة وخاصة استيزون مستر ساسين بيتار واستيزون شف بشارة شمونة وعطوا هالفكرة للطلاب صدقيني مدام تابت وصلنا لمرحلة إنه اف شو بدهم مننا شو بدنا نعمل بطلوا يقدروا يناموا لا تلميزوا لا الطلاب ولا حتى أنا شخصية فكرة جديدة فكرة غير مألوفة نحكى كتير عن هيدا الموضوع إنه لحيصيروا المطاعم كلها افتراضية لحيصيروا بعد بعد المطاعم لحيصير افتراضية بظل فيروس كورونا رح رح فوتك بالتفاصيل للإيفنت يلي نحنا بنعمله مع قصة الأكل والمشروب في عنا الانترتيمنت انترتيمنت من ناحية الميوزيك من ناحية الدانسيك من ناحية كل الإشياء يلي الشخص جاية حتى ينبسط نعم نحنا دومان مية بالمية عدا عن اللايتينج عدا عن الساوند سيستم كل هالأمور اليوم قلنا بدنا نعملها شو معنيتها العشخاص يلي كانوا يجوا لعنا على القاعة يعني يبقوا تقريبا 180 شخص هالأشخاص ما رح يجوا على القاعة هالأشخاص نحنا رح نروح لعندهم على بيوتهم يعني كيف حضرتك موجودة بجونة أو بالأشرفية أو بصيدة أو بزحلة أو بالبترون وحبيت تشاركي معنا بهذا الإيفنت نحنا رح نبعث لعندك الفود الأكل والمشروب لنن الشراشف القطلري يعني الشوقي والسكيني والكباية حتى لو كنوا موجودين بالبيت ووما كانوا وحتى الفلاور ديكوريشن يعني حتى منبعث لك الزهور لعندك ومنعملك الستاب طبع الطاولة يلي كان لازم تكون موجودة عندنا بالقاعة بالرستورانت منعملك إيها بقلب بيتك وزيادة على هشي بيكون في طالب موجود بقلب البيت عم بيعمل هو السيرفيس وهاللينك هيدا رح بيكون فيا أونلاين يعني حضرتك بقلب بيتك نحنا بنبقى عم نشوفكن بقلب الجامعة وإنتوا عم بتشوفوا شو عم بيصير بقلب الجامعة من ناحية الانترتيمنت يعني حتى كان فيه انترتيمنت موجود بقلب الجامعة عم بيحضروا كل الأشخاص اللي موجودين ببيوتهم بيزيت الوقت بيزيت الوقت وعاد عن هيك السينكرونيزازيون يلي صارت انه ساعت اللي عم ننزل اكزامبل الستارتر لأشخاص موجودين بالمطعم اللي هني كانوا ثلاث طولات باس وهالي بقول منين ثلاث طولات عم بينزل الستارتر بقلب البيت الميندش يعني الصحن الرئيسي عم بينزل بقلب الجامعة عم بينزل بقلب البيت صار فيه وقفة لقصة الانترتيمنت عم بيحضروها بقلب البيت بس قدي هيدا الشيء متطلب مجهود كبير مجهود لأشخاص أكيد انتو كأسادزي وكدكاترة وكإدارة كنتو مواكبين للطلاب بس قديش هيدا الموضوع بده دقة وبده مجهود تيكون كل شيء متناسق مع بعضه بهيدا بهيدا الأسلوب تكون صريح معك هيدا متل ما بيقولوا أول بروجيه للطلاب بس كمان كان أول بروجيه لأنه الكلية تحدي كان وتحدي كبير لأنه أول مطعم افتراضي بالعالم يعني التحدي كان كتير عالي بغض النظر كل شخص كل تلميس كان عنده تاسك معين شو لازم يعمل حتى فتنة بالتفاصيل كيف بده يتحضروا الأكل كيف بده نيوصالوا مع قصة الكورونا فيروس كل الأمور يلي بتختص بأقل أقل أقل تفاصيل كانت كل العالم عرفي شو عم بيصير تخيل الشخص يلي بنسميه فلور مانجر يلي بيبقى بقلب الصالة كان عم بنسق مع الأشخاص اللي موجودين بقلب البيوت تكون تحدي فيا واتس أب المنيو يلي عملناه بالزمين كنا نطبع المنيو ونحطه قدام الطاور قدام العالم وهيدا صار بطل ما طبعنيه منا كودينج تفتح الكاميرا تفتح الكاميرا على شو اسموه بيبين عندك على السمارتفون هادي اللي مسميها contactless الهدف من هال هاليفنت هيدا كان له سببان للصراحة أول سبب هو من بعد انفجار أربع قاب يلي اتدمرت فيه بيروت وخاصة الأشرفية وخاصة الكلية اللي تأزد كليا قلنا نحنا بالرغم من كل شي بالرغم من هذا الدمار ما فينا نقول ما بدنا نعمل شي بعدها عم بتعاني الجمعة من أثار الانفجار لشك يوميا بس هيدا شي بنا نقول لأ نحنا مثل طاير الفنيك بدنا نرجع نبني عن أول وجديد وشي اللي صار مبارح هو بيّن للعالم كله يتسوا لأ نحنا مستعدين نرجع نقاف على إجرينا ونكمل المسيرة تاني سبب لهالإفنت هيدا أنه نوصل مساج كمان للعالم كله يتسوا أنه اللبناني طموح اللبناني كرياتيف اللبناني بيبتكر إشياء قبل غيره اللبناني مستعد يسبق الجميع بالرغم من الضائقة الاقتصادية اللي نحنا هلن يعمل نمر فيها بالرغم من الإشياء السياسية اللي عم نمر فيها بالرغم من الكورونا فيروس اللي نحنا كمان عم نقطع فيهم برهنوا تلميذ أنه هن أشخاص مندفعين هن أشخاص حبين يوصلوا لمواصيل كل العالم لأنه طلابنا نحنا عم بينفسوا طلاب العالم من أقصى الشر لأقصى الغرب اليوم بحضرتك تعرفي أنه العالم السياحة والضيافة صار موجود وينما كان وبيضايعة صغيرة اللي هي اسم العالم ما في حدود لهالشي هيدا كيف لقيت التفاعل نظهر برات بيتنا بس نحنا بقلب بيتنا يعني تخيل فيه أشخاص اللي كانوا بقلب بيتهم راحوا وعملوا شعراتهم زبطوا حالهم لبسوا حسوا حالهم أنه هن ضاهرين بس هن بقلب بيوتهم وعيشوها يعني حتى الأمل انعكس على الأشخاص اللي تتاركوا بالبيها العشماري بقلب بيوتهم وفعلا النقيب أصحاب المطاعم والملايه والباتسرية سيد توني الرامي هو كان كمان أنه عم بيقلنا صراحة عم تعطونا أمل أكتر وأكتر أنتو بها الجامعة ورح بقلك يا بكل صراحة نحن الجامعة الوحيدة يمكن يلي تدمرت أكتر شي بس الجامعة الوحيدة يلي كمان عملت هالأكتفتي نقول لا يا عم نحن موجودين هيدا أول أكتفتي عمليا بعد الانفجار بدنا نكمل ما بدنا نقف هون لأنه كنا نعمل اكتر وأعظم كمان خلال مواكبتك للطلاب خلال تحضيرهم لها المطعم أول مطعم افتراضي بالعالم هل حسيت أنه بعد في عندنا طاقات شبابية قادرة تقوم بهيدا البلد أكتر ما بتتصوري رغم كل اليأس اللي موجود أكتر ما بتتصوري أنا لصراحة وصلت يعني عم بتخيل أنا مثلا هنو عم بيشتروا هنو عم بيشتروا الغراز هنو عم بيزبطوا قديش يعني إحنا يمكن بحياتنا اليومية وتفاصيلها اليومية عم بيكون عنا صعوبات كيف بيتحضير لإيفنت من هالنوع بحب بيقولك حضرتك بتعرفي أنه كل الجامعات هل أني ماشي أونلاين صحيح حطينا الكمبيوتر بهالبيت والأستاذ الكمبيوتر بهالبيت وهذا طلابنا كانوا يجوا على الكلية من عبكرة العشية لساعة تسعة عشرة بالليل عملوا الديكوريشن هن بيديهم ما بدوا نيتركوا هالكلية عايشينا دكتور أسيس بليز اسمحولنا نيجي على الجامعة كل الطلاب بدي تيجي على الجامعة ما بدنا نقعد بالبيوت بتيري منيح الأونلاين بيجنن الأونلاين وهذا بس لا مش هيدا هو المطلوب في عنا شي اللي هو التفاعل ما بين الإنسان الإنسان بده إنسان تاني ما بده بس بعد شيء إصرار إنه لا بدنا نطلع شيء حلو رغم هيد كل هالسودوية اللي عايشين فيها أكيد مبارح التلميس بيطلعوا فيي وخاصة الأسيدي تابعهم دكتور أسيس what is next شو بدك بعد أكتر لو أين بدك تاخدنا بعد أكتر نحن مستعدين بس تتشوفي هايك شباب كيف بديك تقافي بس تتشوفي هايك شباب كيف ما بديك تتحمسي بس تتشوفي هايك شباب كيف ما بديك تقولي إنه هالبلد رح بيكون بألف خير بس ما رحل أني نفلد كتير على غير كلمات بس مش هقول دي عانو فيه هلا بعد شوية بنحكي لح نحكي هلا هني 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 اللي عم بيعطونا الأمل هني أنا أنا سيكن بعجلتون أنا بنزل بنعجلتون كل يوم على الأشرفية يلي منه قاعد بالأشرفية ما بيعرف شو ما نتا انفجار أربع قاب ما بيعرف شو ما نتا أربع قاب شو صار بأربع قاب بعنا لحديث الاني ألطع وتسعة شهور كل ما بننزل الدمعة بعيننا بس نفوت على لإحية المدمرة بس بنرجع منقول لا مستعدين نتخطى شي ولبنان قادر يتخطى شي ولازم نتخطى شي وغس قادرين نتخطى هذا شي حضرتك كعميد كلية سياح هو إدارة الفناديق بيجامات الحكمة كتار متأملين بموسم الصيف اللي نحن قادمين عليه أنه فيه أمل برغم كل الظروف نرجع نحي القطاع السياحي بلبنان ونرجع نعيد الحركة للدورة الاقتصادية قديش هيدا الكلام دقيق وقديه فيه أمل أنه يصير لشك فيه أمل مبارح كنا بالحديث مع نقيب توني الرامي لشك متوقعين أنه فعلا أنه يكون فيه إقبال من اللبناني خاصة لبناني المختلفين رايت أنه يجوا على لبنان أول شيء القدرة الشرائية صارت عندهم أقوى بكتير مني اللي قبل ومحمسين أنه يجوا على لبنان بس لا شك بدنا نخلق لهم الظروف تيجوا على لبنان بدنا نحمسهم تيجوا على لبنان وأنا برأيي مش بس اللبنانية لبنانية وكل الأجانب أنه نرجع نقللهم هلأني لبنان بلد صار فيكن يمكن مش عقول أرخص من قبل بلأ هلأني بقصة العملية اللي صارت بقصة الأزمة الاقتصادية ما قلن قد نستفيد منا؟ أكيد رح نستفيد منا بس بدنا نشجعهم ما بدنا نحط لهم عصب الدوليب ما بدنا نخوفهم شو نطلبينه برأيك الشباب اليوم؟ أي شباب الشباب يلي بدون يجوا على لبنان لك شبابنا نحن شبابنا بلبنان بدنوا أنه نخلقنوا هالفرص العمل بس نقول نخلق فرص العمل يعني أنه بدنا نهدي هالبلد بدنا نواقف هالمونيكافات من بعض بدنا نفكر أنه نحن هيدا البلد هيدا لألنا لألنا كله يتنا سوا لأنه لا حضرتك ولأنه لا إلي لا حضرتك أنك رح يكون عندي كهرباء لحالك وأنا ما رح يكون عندي كهرباء لا حضرتك رح يكون عندي كفيل وانا ما راح يكون عندي فيقول هيدا البلد للكل. وازا نجح هيدا البلد راح ينجح للكل. بس ازا سقط هالبلد راح يسقط للكل. هيدا الشاباب اللي بالدنيا. اخر هم ومنين راح بيكون هو عم بتدير هيدا البلد بس مهم يديره مزبوط. ولكن هالشابين معليهم مسئولية كتير حلو ياللي صار مباريح. بلع. بدنا نقول آآ بالضفة التانية في البعض لازم يتحمل مسئوليته. يعني فيه شباب عم بينادله عم بيقوله لأ انا بدي اخلاق شيء اجابة رغم كل هيدا السوداوية ولكن الشباب الاخرين ازا بدك. معليهم كمان مسئولية الباقيين. كل لايتنا لينا مسئولية. كل لايتنا من التحمل مسئولية على شيء اللي صار. لانه ازا منحب هيدا البلد منعرف كيف منانتخب. ازا منحب هيدا البلد منعرف فعليا شو لازم نعمل لقلو. عم بحكيكي باشية كتير سيمبل وكتير هيني. في كتير ناس مستمعية رح يقولوا دكتور اسيش شو عم بيخبرنا. من قصة تكب الورقة على الطريق. فيه ناس رح يتدحك انه لأني فاضي انه قصة الورقة على الطريق. بتبلش من هون. بتبلش من هون لنهار الانتخاب. نهار الانتخاب مش روح انتخب الزعيم تبعي. الزعيم ما عمل لي شيء دمر لي البلد. وعم بحكي كله الزعامة. مش عمنا خصص حدا. اعرف كيف انتخبه وراح بتبلش من هون. بس اعرف انا وهون اكبر مسئولية لهالشباب هولي. قبل قصة مسئولية كيف شو بدي يلاقيه شغل وين بدي يروحه على الدول العربية او بدي يروحه على فرنسا او بدي يروحه على اميركا. اول مسئولية لقلهم هنه انه يعرفوا مين ينتخبه. يعرفوا مين يوصله لادارة هالبلد. هيدا البلد الوحيدة بالعالم يلي عنا كل النعم. ربنا عطينا كل النعم. عنا كل القتو. من قصة الشمس. من قصة البحر. من قصة الجبل. من قصة التقس. من قصة اللبناني بحد ذاته. هالباشن يلي عنده اياها اللبناني انه بتلاقيه انه كيف محطتيه بيشتخل. بحابة يتطور. حابة يتحسن. حابة. طب شو نقصنا؟ شو نقصنا؟ نقصنا توعي لاززعمة تبعنا. للسيسيين تبعنا. معلاش اليوم هلق راح حكيه انا وجايلها عند حضرتك عم بتسمع مجلس النيابي. معاعد قلي نفس. سكرت الراديو. عش مين عم يتدحكوا? عمين عم يتدحكوا? عم يتدحكوا لينا؟ معاعد قلي نفس. هل عندك خوف خلال تعاملك مع الطلاب بشكل يومي من هجرة هالطلاب من لبنان؟ اكيد. اكيد. شو عم من اقمن لون? معا انه انا راح بحب قول لحضرتك شغلة. قبل ما يصير هالأزمة وقبل ما يصير هالأمور. انا من اول نهار بها الكلية بقل له لطلابنا لازم تسافروا انتو تتاخدوا هالانترناشنال اكسبوجر. تعرفي عالم السياحة عالم الهسبيتاليتي. اه ما انه بس على منطقة الاشرافية ولبنان وهذا. بدهم يظهر تيخد اه متل ما بقولوا فكرة عالمية. ولكن بس 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 بس. ياخد فكرة عالمية. بيسافر وبيرجع بيجي عالبنان. سنة الالفان وتمنتعش. والفان وتسعتعش. السياحة بلبنان وعالم الضيافي بلبنان كمانا كان عم يرجع يمشي حاله. بس تقلنا للدول العربية انه رجعوا على لبنان نشلنا عنكن الامور وهذا. فيه شغل كتير لللبنانية بلبنان. انا بعطيك المثل انا. انا بتمينينات ترقت لبنان. من ورا قصة كمان الزعمة وكمان الخنائة وهذا. رحنا تعلمنا برا. و رحلك برا يعني بفرنسا مش انه رحت على محل انه لا. من بعد هذا الشي رجعنا على لبنان لانه حبين كمان نرجع نعمر لبنان. تعال بيقولوا اللي بيسافر ما بعض بيرجع. بيرجعوا. بس نخلق له الفرص انه يرجعوا. عشو بده يرجع اذا احنا عم ندمره. يوم بعد يوم يوم بعد يوم صلنا ثمينة شهر مش عمين حكومة. عم بينهار البلد. عم تنهار العملة. يعني عم نتفرج على بعض. بس تتفرجي انه لا انت عم ترجع تعمري للبنان. بس تتفرجي انه عم ترجع ايه تحسنيه لبنان. هو رح بيرجع. هو رح بيسام لراجعته. المغتربين ياللي برات لبنان عم بيبعتوا مصاري لهون مشان شو? تحتى يخلونا واقفين. لو ما هنة عم بيبعتوا مصاري? شو كان صار فينا? رح بقولها بالعروب المشبرح. السياحة هي الاهم ما تجيب على البلد. السياحة كانت تجيب مباني تماني لعشرة مليار دولار كاش كل سدي. البعض بيعتبر انه اتكلنا على السياحة. ايه اتكل. فقط هو اللي. ولك لازم نتكر على السياحة. ما هي السياحة بتجر كل شيء. السياحة هي علاقتها بكل شيء. بوزارة العمل. بوزارة الاقتصاد. بوزارة المال. بوزارة الزراعة. بوزارة السيناعة. بس السايح يجي من شو بيبلش? بيبلش من اول تليفونه من مطرح ما هو بس لا يساع المطار. عم يستعمل الطيران. عم ينزل يعمل شوبينج. عم بيطلع على الفندق. عم بيروح على المتاحف. عم بيروح على المطاعم. عم بيشتغلوا بالمطاعم. شو عم بيعملوا? عم بيجيبوا الاكل من من المزارعين. الصناعة. كل ايتها. السياحة هي الاهمة شيء. نحق انا كيف بدي بالزراعة? كيف بدي نافس سورية بالزراعة? بالصناعة? كيف بدي نافس تركية بالصناعة? ساعتنا انا الكهرباء اللي عندي دولة يا مدرق دي عم بتدفعني حقها. هلأ اني يمكن رخصت. بس بهديك الايام بهديك السنين. يمكن بطي عنا كهرب. نحنا اللي بدنا نخلي هالشباب يرجعوا وبيرجعوا. وصدقين بيرجعوا. وما تشوفي اديه هلأ اني فيه طلب عليهم انه يظهر لبرة. ونحنا عم نخسر. عم نخسر هالشباب الطيبة. عم نخسر هالشباب اللي عندها الطموح. عندها الشغف. عندها الارادة. عم نخسرهم. مش ليزم نخسرهم. العكس صحيح. عم لاحز تفاعل بين عدد من الطلاب على فيسبوك على الحلقة. عم لاقي انه حبين يلي صار فخورين بيلي صار بيلي صار مبارح. شو النصيحة اللي بتعطيونيها قبل ما يدخلوا لسوء العمل. اول نصيحة بحب قلن. اهم شي تختاروا شغلي بتحبوا بحياتكن. شو ما كان تكون. بدك تختار السياحة ويدارة فنادق. بدك تكون في عندك شغف لايلا. بدك تختار تشتغل حكيم. بدك يكون عندك شغف لايلا. بدك حيب بتعمل مهندس بدي يكون عندك شغف لايلا. حيالة شغلة بدك تختارها. لازم يكون عندك الشغف لايلا. النهار اللي عندك شغف ما ممكن إلا ما تنجح بحياتك. ان كنت بلبنان او برات لبنان ما ممكن إلا ما ينجحوا. هيدي بتبلش من هون. وبعدين الحياة بتنفتح لكلها الطلاب وبتنفتح لهم البويب. بس عشارة يكونوا هني محمسين. متل ما شفتوا انا طلابنا مبارح محمسين. مبارح ما بدوا نيتركوا الكلية. بس اقول ما بدوا نيتركوا الكلية شو ما نيتا. حدتك بتعرفي بس يصير فيه ايفانت. خلص الايفانت العالم فلت. بدون يخلصوا بدون يدبوا بدون يدبوا ويدبطوا وينطفوا ويكنسوا ويمسحوا ويحضروا وكل الشيء من بعد ما خلص ايفانت. هيدا الشغف شو ما نيتا. شو بيعني. قديش ان هني بيحبوا هالمهنة. قديش ان هني من دفعين. بس هشيفو. بتعرفي حدرتك انه بس واحد ينجح. خلص. بينسى العذاب كله تسوا. بينسى الايام هي اللي هي اللي تعزى فيها والتعى وكل شيء. بيصير ايشة بس النجاح. وهيدا الشي اللي بدنا اياه. ما بدنا نشوف. بارح ازا بتشوف الكلية مطرح ما كنا. بتقول اي اه لا ما بها الشيء الكلية. بتجنن. ولا كيف مزبطينا وكذا وهايدا. وانا هيدا السؤال سألتك ايه بس كنا تحت الهوى. العالم العالم تيجي انه وقف وكي. بس بس تتظهر نصف صغيرة من القاعة اللي نحن فيها. بتشوف هي اثر الدمار. ما قدرنا نصلح كل شيء. هلا بديك تقليلي جامعة الحكمة ما معكم مصاري وهذا. بلا معنا مصاري بس مش عم نقدر نخدها من البانك. كيف? كيف بديك تصلحي? وبنفهم السبليرز بنفهم بس كيف كيف نعمل? وصلونا لمرحلة انه اخر شيء. طيب. بالرغم من هذا الشيء بدنا نكمل. وراح نكمل. وبقى انا بحب انك شغلة. باربعة ايه بصار الانفجار? باربعة سبتمبر الطلاب فاتوا على صفوف. فاتوا على صفوف. لو الازاز مكسر. لو ما في باب. طلبوا انه يجوا يفوتوا على صفوف الجامعة. طلاب طلبوا. هيدا اهم شغلة هاي. هني 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 القصة كلها سوا. هني اللي عم بيخلونا يكون عندنا هالبوزيتيف فيبس. وخاصة انا لالي انا. وللفريق العمل كلية. ما فيه الا ما يتشكر وفريق العمل كلية. اكيد طبعا. من اصغر واحد لا اكبر واحد. هني اللي عم بيخلونا نكون محمسين. نحب نيجي على الشغل. شو زي السيرة الاخيرة يلي بتوجهها بنهاية حلقتنا لليوم. عندي رسالتان. اول رسالة هي للعالم. انه لبنان يلي اليوم عم نشوفه منه لبنان. مش هيدا لبنان. مش هيدا لبنان البنية. مش هيدا لبنان يلي بنعرفه نحنا. وما بدنا نخلي العالم تقول هيدا هو لبنان جديد. لا مش هيدا هو لبنان جديد. لبنان احسن من هيك كتير. لبنان هو لبنان السلام. هو لبنان الحوار. هو لبنان المحبة. هو لبنان السياحة. هو لبنان يلي الشخص بيجي عليه بيكون مرتاح. نفسيا واقتصاديا وكل شيء. هيدا الرسالة اللي بدي يقول للعالم كلا يتسوى. هيدا لبنان. للطلاب. لهالشباب. بقللهم مظبوط. اليوم يمكن كل العالم وكل هيدكم عم بتحضروا حالكم انتا تروح على كندا. هجرة. على فرنسا. على امريكا. على الدول العربية. بفهمكم. وبتفهمها شيء. بس بحبقلكم انتبهوا. هالبلد بيحاجة لقلكم. وهذا البلد ما في يعيش بلايكم. يمكن يصلكم زرف تظهروا. بس تتظهروا وتشتغلوا كم سنة. بتمنى عليكم ترجعوا. على هذا البلد. وتحسنوا. لانكم انتوا ريادين بكل شيء. لانه انتوا بتقدروا. توصلوا. لبنان مش هقول متل ما كان. لا. احسن. احسن بكتير بكتير بكتير. ان ما هو هلأني. عميد كلية سياحة وقدرة الفنادق بجامعة الحكمة دكتور تانيوس اسيس. شكرا لحضورك معنا بحلقة مش فالينا اليوم. مستمعينا. ما تنسوا تتابعوا اعادة لهيدي الحلقة بعد موجز العشرة وربع ليلا. وتتابعوا كل برامجنا عبر موقع فيديو الوضات ام اي. وتبعتونا اكتراحاتكم عبر هاشتاج مش فالينا على تويتر. تحية مني يا رامتة ومن مخرج الحلقة سيمون صوير على امل اللقاء الاسبوع المقبل بحلقة جديدة ومواضيع جديدة. ودايما عبر هوا صوت لبنان صوت الحرية والكرامة.